اشتركوا في القناة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بأن مشاركة مملكة البحرين في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدة للاهتمام بتعزيز وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع المجالات بما في ذلك المجال التعليمي تأكيدا لما يربط البلدين من علاقات أخوية وثيقة مشيرا إلى أن التعاون التعليمي بين المملكتين الشقيقتين يشمل جوانب عديدة إن مشاركة وزارة التربية والتعليم في هذا المؤتمر العالمي المهم يأتي تجسيدا لتوجهات سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه التي تؤكد دائما وباستمرار على تعزيز التعاون في كافة المجالات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا فإن وزارة التربية والتعليم حريصة ومهتمة جدا بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في هذا البلد العزيز فقد تم الشراء المشترك من قبل البلدين لسلسلة متطورة وحديثة لكتب الرياضيات والعلوم وتم تطبيقها منذ سنوات في مختلف المراحل التعليمية وقد حققت ولله الحمد نتائج مثمرة على هذا الصعيد كما أن هناك أيضا تعاون على صعيد التعليم العالي نجد في هذا المؤتمر أيضا فرصة كبيرة جدا للإطلاع على تجارب عالمية من خلال ورش العمل المقامة ومن خلال المحاضرات التي تم الإعداد لها بصورة طيبة وأوضح الوزير أن مملكة البحرين حريصة على الاستفادة من المبادرات والمشروعات الدولية الناجحة لتعزيز الخدمات التعليمية المقدمة في قطاع التعليم العالي لديها والذي يشهد نخضة كبيرة في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من خلال تعزيز البنية التشريعية بإصدار قانون للتعليم العالي واللوائح المنظمة له وفتح باب الاستثمار في التعليم العالي الخاص وتعزيز الشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة الدولية لتقديم برامج أكاديمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة هذا وقد شمل حفل الافتتاح كلمة لمعاري الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية بينا خلالها أهمية هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له والذي تشارك فيه 372 جامعة من 33 دولة إضافة إلى تنظيم 75 ورشة عمل يقدمها النخبة من الخبراء والمختصين من العديد من دول العالم كما تحدث في المؤتمر مع المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدكتور ألان بيردز الأستاذ بجامعة ستراسبورغ والمدير العام للأبحاث بوزارة التعليم العالي بفرنسا والذي تناول أهمية هذا المؤتمر هو دور التعليم العالي مستقبل ترجمة نانسي قنقر